اجت صحفية امريكية اسمها كريستين هيلمسا باحثة بمعهد بروكلين الامريكي ويعتقد انه هي كانت برتبة عقيدة في السيائية المهم انه هي بتشتغل بالسيائية مش سر يعني بس قالوا انه هي عقيدة فهذه بحكتها سألت اسئلة بجوز اكثر من خمسين سؤال حول صدام حسين وطلبت سئلة الى مباشرة لا انه قبل ما تشوفه قبل ما تشوفه وطلبات تتزور النجف وكربلاء والبصرة والاعمارة والمنطقة الكردية قبل ما تشوفه لبينا لها كل هاي المطالب وبعدها يعني اجي الموعد انه بدأت قابله فانا طلعت معي يعني شيء قلت لها ما شو رأيك تلبسي لباس عراقي فيعني قلت لها عندنا لباس اسمه الهاشمي راقي جدا وغالي جدا كان من دار الازياء العراقية اللي كان ترأسه الست فريال الكليدار ما بدل بعدها طيبة ولا لا جابت لها من اجمل الهاشميات ويليق بها هي طويلة ففعلا دخلت لصدام حسين وبهذا اللباس فهو ايضا يعني استغرب انه شو جابها من لبسه فحكوا له القصة يعني فاستحسنها فهي قابلته على مدى ساعتين وربع وصدر هذا بكتاب اللغتين الإنجليزي والعربي هي صدرته واحنا ترجمناه وكان يعني الشرط عليها انه ما تحذف اي كلمة واوفت بالوعد بعد خروجها يعني سألناها انه شو لنا اللقاء قالت انا قابلت رأساء وزعماء كثيرين لكن مجرد ان وضعت يدي بيده وجاءت عيني بعيني اصبحت طالبة امامه يعني ما عد عندي شيء الا انه انطي الاسئلة التقليدي هو يجاوب هذا انطباح عنه قالت هذا رجل غير عادي يأخذ الناس بعيونه وبصلابة عيونه هذا رأيها يعني وما رأيك انت؟ هو اكيد اكيد رجل يعني يقرأ نفسيات الرجال من عيونهم وهو ذكي يعني كان يعرف مئات الضباط باسماهم واسما عشائرهم يعني عمره ما ضيع اسمائنا يعني مجرد عرفنا ما كان يضيع اسمائنا يعني يعرفنا بحقيقة اشتركوا في القناة